الدار بودكاست منفد جديد لنفوذها في منطقة غرب أفريقيا ومنطقة الساحل والصحراء والاتهامات التي كانت توجه إلى النظام الجزائري بتسهيل تغلغ لإيران والمد الشيعي في هذه المناطق أصبحت اليوم تتضح أكثر فأكثر بالأدلة الملموسة لقد حضر الرئيس الإيراني إلى الجزائري بغرض المشاركة في القمة السابعة للدول المصدرة للغاز الطبيعي لكن نشاطه الدبلوماسية تجاوز هذه الغاية على ما يبدو لقد حضي باستقبال رسمي في قصر المورادية كما أجرى محادثات ثنائية مع الرئيس الجزائري شملت فيما بعد اجتماعا موسعا بين وفدين من البلدين علاوة على توقيع خمس مذكرات تفاهم بين مزراء من حكومتي البلدين هذه الانشطة كلها قد تبدو طبيعية وبروتوكولات إلى حد بعيد لكن عندما يصاحبها تأكيد رسمي على التوافق بشأن العديد من القضايا الإقليمية لا سيمة في منطقة الساحل والصحراء فهنا تتأكد فكرة المحور الجزائري الإيراني المتير للجدد والريبة لقد صرح الرئيس الجزائري بذلك رسميا في عقب البيان الصحفي المشترك حيث أكدان لقاءه مع الرئيس الإيراني كان فرصة سانحة للصغراد المسجدات في منطقة الساحل على ضوء الأوضاع السائدة لا سيمة في مالي كما تم التطرق أيضا إلى قضية الصحراء معربا في الوقت داثه عن ارتياحه لتطابق وجهات النظر بين البلدين وتوافقهما على مواصلة الجهود لمساهمة في استثباب الاستقرار في المنطقة ما معنى التطابق في وجهات النظر بخصوص هذه القضايا وعلى رأسها قضية الصحراء المغربية؟ لماذا ينبغي لرئيس دولة تقع على بعد الآلاف من الأميال عن منطقة أن يدلي برأيه في مشكلة مالي أو قضية الصحراء المغربية؟ لا معنى لذلك سوى أن الجزائر تسقوي بإيران من أجل فرض وجهة نظرها حول هذه القضايا ودعم جهودها الهدفة باستمرار إلى إطارة النعارات الانفصالية وتدمير الوحدة الترابية للبلدان المجاورة مثل المغرب ومالي بل إن إطارة هذا التوافق الجزائري الإيراني في الوقت الراهن يمثل نداء الصغاتة بطهران التي تمتلك خبرة واسعة في إطارة القلاقل وزرع بذور الانفصال والفتن لدعم الجزائر ومساعدتها على لملمة هزائمها الدبلوماسية المثوالية في الآوينة الأخيرة لقد انتهت إيران من تدمير الشرق الأوسط من خلال أدرعها التنظيمية المتناطرة في دول العراق ولبنان وسوريا واليمن وعبر حروب البلوكالة لا تزال شعوب المنطقة تدفع ثمنها اليوم باهظة وتريد الجزائر على ما يبدو استلهام هذا النموذج الثخريبي الناجع في تجربتها على الصعيد الافريقي لا داعي للتذكير أن هذا التفاهم الجزائري الإيراني يأتي بعيد أسابيع فقط من أزمتين دبلوماسيتين عميقتين تسبب فيهما النظام الجزائري مع دولتين أفريقيتين كبيرتين هما مالي والكونكو وذلك بسبب اتهامهما لنظام الكابرانات بمحاولة تدخل في شؤونهما الذاخرية ودعم حركات مسلحة تقاتل ضد الحكومتين الشرعيتين لقد استدعى هذان البلدان الافريقيان سفير الجزائري عندهما للاحتجاج على هذه الممارسات التي تمثل بالمناسبة نهجاً دبلوماسياً لا ينفك عن نظام الجزائري وهو نفسه الذي ينهجه ضد المغرب منذ عقود طويلة هل نحتاج إلى أذلة تثبث أن ما تحاول الجزائر بناءه في علاقاتها بإيران يتجاوز الثعاون المعلن إلى أهداف أخرى تنسجم مع استراتيجية البلدين على مستوى علاقتهم الخارجية؟ في الحقيقة لا نحتاج إلى الكثير من الأذلة لأن التطابق الحقيقي الذي حصل في وجهات النظر بين البلدين هو التحالف لمواصلة سياسة التدخل في شؤون الدول وسيادتها ومحاولة التحكم في اللعبة السياسية داخلها وزرع بطور النزاعات والصراعات التي تؤدي إلى الانشقاق والانفصال أو حتى إلى حروب أهلية طحنة على سبيل المثل لقد كشفت مصادر إعلامية موثوقة قبل فترة أن عصابة البوليزاريو حصلت على طائرات مسيرة إيرانية الصنع ومن المؤكد أن الجزائر كان لها دور الأساسي في إتمام هذه الصفقة بل إن الذي حصل عليها فعلا هو الجيس الجزائري نفسه الذي يحاول سد الفجوة التقنية والعتادية التي يعانيها